اشتركوا في القناة يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات مصداقية والاستقلالية والشفافية كما نوه جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة التي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها وأكد جلالة الملك المفدة أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل اتفاقه أو سبل إنفاقه وترشيده مشيدا جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلح العام ولما فيه خير الوطن والمواطن وعقب المقابلة صرح السعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بالتقديم تقرير ديوان الرقابة والمالية والإدارية الثلاث عشر للسنة المهنية 2015-2016 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المفدة بموجب المادة 19 من قانون الديوانة وأفد الجلاهمة بأنه قد تم إصدار هذا التقرير بناء على خطة الرقابة للسنة المهنية التي وضعها على أساس تزايد أهمية الدور الذي يطلع به الديوان في تنفيذ سياسة الدولة للإصلاح الشامل وإحكام الرقابة على الأموال العامة وترشيد الإنفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وتأسيسا على ما تقدم أضاف الجلاهمة بأن الديوان قد سخر كل جهوده في سبيل تطوير وتحسين العمل المؤسسي ليكون عونا للصوتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية وفي ختام تصريحها أكد الجلاهمة على أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى والذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكثاءة عالية ترجمة نانسي قنقر